أهلا بحضراتكم من جديد وترند أمم إفريقيا وآخر أخبار منافسات كأس الأمم الإفريقية طبعاً كلكم عارفين من إمبارح للنهاردة الصبح كان في تفاصيل كتير جداً بخصوص ملعب جابومة في مدينة الدولة الكاميرونية وهذا الملعب اللي بيواجه صعوبة كبيرة جداً بسبب سوق أرضية الملعب والحالة السيئلة أرضية الملعب خاصة بعد انتهاء مباراة الجولة التانية مباراة الجزائر أمام غينيا الاستوائية ومباراة الكودفور أمام سيرليون كل مبارح شاف صور الملعب والنهاردة الصبح كان في اجتماع مهم جداً عبر الفيديو كونفرنس بخصوص ملعب جابومة وبالطبع الكل منتظر يعرف إيه القرارات اللي هتتخذ خلال الفترة اللي جاية فبالتالي كانت في مشكلة والكودفور والجزائر يلعبوا هذه المباراة في الجولة التالتة على نفس الملعب ده يوم الخميس اللي جاي في ختام مباراة المجموعة الخمسة فطلبوا عدم اللعب عليه طيب اللجنة المنظمة النهاردة اجتمعت وخدت قرارات إيه هي القرارات؟ أولاً اتفقوا إنه ما ينفعش مباراة الجولة الأخيرة على الملعب ده تتنقل ل مكان تاني حرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص فبالتالي مباراة كودفور والجزائر هتتلعب على نفس الملعب ده يوم الخميس القادم طيب إمتى الملعب ده ممكن؟ ما يتلعبش عليه مباراة في الفترة الجاية خاصة بالتأكيد إنه لسه في مباراة في دورة 16 خاصة أن منتخب مصر إن شاء الله لما يكسب السودان ويكون تاني المجموعة هيلعب على هذا الملعب يوم 26 يناير فبالتالي ملعب جاموما هيستضيف مباراة في دورة 16 هيستضيف مبارتين في دورة 8 وهيستضيف مباراة في نصف النهائي فبالتالي بدأ من دورة 16 عاقل مباراة كودفور والجزائر الملعب ده هيستضيف أربع مباراة حاسمة في مرحلة النوك أوت خروج المغلوب طيب اللجنة المنظمة قالت إيه؟ قالت لأ يتلعب الخميس الجاية عادي كودفور والجزائر دورة 8 هي مباراة واحدة من هنا ل 26 يناير هيحاولوا قدر إمكاني يحضروا الملعب ويجهزوا أرضية الملعب بشكل كويس وتتلعب عليه مباراة دورة 16 اللي غالباً بنسبة كبيرة مصر لما تكون إن شاء الله في المركز الثاني هتلعب على هذا الملعب دورة 16 يوم 26 يناير طيب بعد كده في مباراتين في دورة 8 وفي مباراة في نصف النهائي الملعب هيتقفل ومش هتكمل عليه مباراة بطولة إفريقيا وهتتنقل مباراة دورة 8 ونصف النهائي اللي هتتلعب على ملعب جابوما إلى ملعب أحمدو أهديجو اللي بيستضيف هذه المباراة في مدينة يا ويندي والملعب ده اللي بقرة مصر هتلعب عليه مباراةها مع السودان يا ويندي فيها ملعبين ملعب أحمدو أهديجو وملعب أوليمبي ملعب أحمدو أهديجو هو اللي هيستضيف مباراة دورة 8 ونصف النهائي مكان ملعب جابوما وكده كده ملعب أوليمبي اللي بيستضيف مباراة الإفتاح وباية مباراة الكاميرون والمباراة النهائية دي آخر الأخبار الخاصة بمنافسات كلاس الأمم وملعب جابومة واللي بالتأكيد عمل أزمة كبيرة جدا بخصوص سوق أرضية الملعب